خلونا نتكلم أكتر عنها مع باولو وانتشوب نجم فريق منشستل سيتي ووستهام ومدرب منتخب كوستاريكا السابق واضفنا نهاردة في أستاذيسة من خلال الفيديو كونفرنس بداية برحب بيك وبشكرك على المشاركة معنا أشكركم على هذه الاستضافة إنه لشرف لي أن أكون معكم وأن أتحدث عن ما يتعلق بشغفنا هو كرة القدم وأشكركم على هذه الدعوة يعني بداية تعليقك على نتيجة مباراة الأمس اتحاد جدة اللي بيستضيف طبعا النسخة الجديدة أو نسخة 2023 من منديال الأندية في ملعابه وسط جمهوره مدجج بكتيبة كبيرة من النجوم الحقيقة اللي على عالمستوى فوز كان بالنسبة للكثيرين مفجأة بالنسبة لنا إحنا كان منطقي ومتوقع إزاي شفت مباراة أمبارح أو النتيجة اللي انتهت لها مباراة أمبارح وتفوق الأهلي على الاتحاد بنتيجة 3 و 1 بالنسبة للعالم إذا كان تفاجأ بهذه النتيجة لأنه ينظر إلى الاتحاد على أنه فريق مدجج بالنجوم ولكن إذا شاهدنا أو إذا نظرنا إلى تاريخ الفريق المصري الأهلي فأنت تتحدث عن فريق عظيم فريق يمتلك تاريخ عريق ولديه خبرة كبيرة في هذه البطولة ولهذا على المستوى الشخصي أعتقد أن النتيجة طبيعية نادب هذا الحجم وهذه التقاليد وهذا التاريخ ويستطيع أن يمر في مونديال الأندية ولكن العالم ينظر إلى الأمر بنظرة المفاجأة بالنظر للعبين الكبار الذين يمتلكوهم الاتحاد في صفوفه على الناحية الثانية إزاي شفت تفوق فريق أوراواراد الياباني على أكلاب اليوم المكسيكي وتأهله لمواجهة ماشيست سيتي في الدورة قبل النهائي أعتقد أيضا أن أوراواريدز فريق جيد أيضا استطاع أن يتأهل الدورة التالية في هذه البطولة سيكون منافس قوي لمانشستر سيتي سيواجه فريق مؤهل بالطبع بالحديث عن مانشستر سيتي بطل إنجلترا الطبيعي أن مانشستر سيتي أن يصل النهائي ولكن الجميل في كرة القدم هو الاستراتيجية الجيدة خلال المباراة قد تساعدك أن تحدث المفاجأة ولكن أعتقد أن مانشستر سيتي بطبيعة الحال هو المرشح الأوفر حظا للفوز والوصول للنهائي فلوميننزي لأول مرة بيتواج بلقب الكوبة لبرتادورس فريق ما شاركش في بطولة كاس العالم للأندية يواجه الأهلي صاحب الرصيد وصاحب الخبرة الطويلة في المونديال واجه مدرسة أمريكا الجنوبية في أكتر من مناسبة قبل فرق كتير تحديدا من البرازيل انترنسيونالي في بداية الألفية بالميراس يمكن مواجهتين مع بالميراس مرة تفاوق فيها الأهلي ومرة تعرض للخسارة ومرة أخيرة مع فلامينجو إزاي بتشوف التجربة الأولى لفلوميننزي هل عنده ثقافة التعامل مع بطولة زي كاس العالم وإيه فرص الفرقتين من وجهة نظرك الفلوميننزي فريق برازيلي ولهذا هو شأن شأن كل أندية البرازيلي يمتلك لعبين من الصف الأول يمتلكون إمكانيات عالية نعم كما قلت هو لا يمتلك خبرات البطولات الكبيرة وفي المقابل سيصطدم بفريق متمرس في البطولات ويمتلك أفضل اللاعبين سواء في الكرة المصرية أو في أفريقيا لاعبين يمتلكون إمكانيات كبيرة إمكانيات فنية كبيرة ويمتلكون الخبرة النادي كمؤسسة يمتلك خبرة المشاركة في البطولات الكبرى ولهذا أعتقد أن لن تكون مفاجأة أن أي من الفريقين تأهل للنهائي أنا بتهيالي طبعا أنا عارف أنك كنت نجمع فريق منشست سيتي وفريق وست هام ولعبت في واحد من أكبر لم يكن أكبر وأهم الدوريات على مستوى العالم لكن كان لك تجربة في الدوري الياباني في نادي توكيو على ما أعتقد انطبعاتك عموما عن الكرة الأسيوية وعن المدرسة اليابانية لأنه في النهاية وفي جميع الأحوال سواء كان في المباراة النهائية ما حدش عارف مين ممكن يوصل ممكن يكون فيه مواجهة محتملة بين الأهلي وبين أوراوى رادز نتمناها في النهائي وممكن تكون طبعا على المركز أو على الميدالية البرونزية شايف الكرة اليابانية وشايف فريق أوراوى رادز إزاي أهم ما يميز هذا الفريق الكرة الأسيوية تطورت كثيرا في السنوات العشرين الأخيرة كان لي الحظ أن ألعب في اليابان كان هناك التطور كان واضح للغاية وشاهدت هذا التطور خلال الفترة التي لعبتها مع افسي توكيو في اليابان في الوقت الحالي الكرة الأسيوية تجمع بين الجانب الفني والجانب المهاري مع السرعات والقوة البدنية أعتقد أن هناك نوع من التوازن بين الأمور الفنية واستحواز على الكرة وبالإضافة إلى اللعب الضغط العالي على المنافسين نتيجة للقوة البدنية والإمكانيات البدنية التي تمتلكها الأندية الأسيوية والمنتخبات الأسيوية بشكل عام أعتقد أن هذه العناصر تتكامل بشكل جيد في هذا الفريق مفاجأة قد تحدث مفاجأة التأهل النهائي أعتقد أنه سيكون مفاجأة ولكن أيضا أنت تتحدث في الجهة المقابلة عن منشستر سيتي الفريق الأفضل في العالم يمتلك لعبين من ذوي الخبرة الكبيرة أعتقد أن الفريقين في كفة أعتقد أن كفة منشستر سيتي هي الأرجح بالطبيعة الحالي وإزاي بيبص المواجهة الثانية الأهلي وفلومينينزي البرازيلي ومن وجهة نظرك أهم مفاتيح اللعب أو أخطر اللعبين اللي موجودين في سكواد فلومينينزي ممكن يكونوا مفاتيح الفوز أو الإيران عليهم الجمهور البرازيلي عشان يحاول فوز لفريق فلومينينزي في مواجهة الأهلي في وجهة نظري فلومينينزي بشكل عام لا يمتلك لاعب بارز يستطيع أن يصنع الفرق أن تتحدث عن فريق جماعي عن منظومة جماعية هو لا يمتلك الهوية البرازيلية بشكل بحث التي تعتمد على الفنيات والمهارات الفردية شاهدت هذا الفريق هو فريق جماعي يعتمد على المجموعة من وجهة النظر الفنية أعتقد أن الخبرة في هذه البطولات ليست كبيرة وأعتقد أن هذا من الممكن أن يرجح كافة الأهلي ويجعله يمر للنهائي من وجهة نظرك إذا كنت تبعت حتى الهايلايتس من لفت نظرك في فريق نادي الأهلي في مباراة مباراة قدام اتحاد جدة في مباراة الأهلي والاتحاد تفاجأت بالديناميكية الفريق ككل لكي تواجه فريق بهذا الحجم الذي يمتلك لاعبين من التراز الأول يجب أن تمتلك في المقابل لاعبين يمتلكون المهارات الفنية على إنهاء الهجمات وهذا ما شاهدته الأهلي يمتلك لاعبين متفجرين كما نقول في الجانب الهجومي الأهلي أعتقد أنه فريق جماعي يلعب بمنظومة جماعية كبيرة أعتقد أن الأهلي هو المرشح الأوفر حظا للتأهل للنهائي بالنظر لتاريخه الكبير لعاداته وتقاليده في هذه البطولات هو فريق كبير في الكرة العالمية وأعتقد أن المواجهة ستكون صعبة بين الأهلي وفلومينينسي والتحكم فيه رتم المباراة هو سيكون مفتاح التأهل كنت نجم من نجوم السيتي وبالتأكيد انتمعك وأمنياتك أن السيتي يتوقع بلقب البطولة لكن عايز أسألك الفرق بين نسخة السيتي اللي بتشارك السنة دي في بطولة كاس العالم وحقاية الشلسية للموسم الأخير وبين السيتي وقت ما انت كنت بتاع فيه أنا بتعلي فيه قسم مشترك هو اسم هالند لأن أعتقد أن في الوقت اللي انت كنت بتاع فيه مع السيتي كان والد إيرلينج هالند بيلعب في نفس الوقت ده فريق المان سيتي نعم هذا صحيح لعبت مع والد هالند في تلك الفترة أعتقد أن منشستر سيتي يتطور كثيرا ويغير من عناصره من سنة لأخرى من موسم لآخر بيب جوارديولا من نوعية المدربين الذين يحبون التغيير بشكل مستمر يبحث دائما عن الأفضل في قائمته ولهذا تجد أنه يضم في كل موسم لعب أو اثنين من اللاعبين المميزين الذين يستطيعون أن يخدمون فكرته الخططية ولكن بالمقارنة بمنشستر سيتي الحالي والماضي أعتقد أن الفروق ليست كبيرة نعم هناك مباريات كثيرة لم يلعب بها منشستر سيتي بشكل جيد بالنظر للمنافسين الذين لعب أمامهم هناك أرسنل وأستون فيلا فرق استطاعت أن تدعم صففها بصفقات كبيرة ويقدمون مستويات كبيرة ولكني أعتقد أن منشستر سيتي لم يتغير كثيرا قد تتحدث فقط عن إضافة تطور هالند منشستر سيتي كمؤسسة يتطور بشكل كبير أعتقد أن تضع بعض اللاعبين في أماكن مختلفة لن يكون بالأمر السهل الفرس في الموسم الماضي على سبيل المثال كان أكثر تألقا من الموسم الحالي ولكني أعتقد أن منشستر سيتي قادر على استعادة هل هيشارك إيرلينج هولند في النسخة الحالية من كاس العالم يعني سمعنا قبل أيام من انطلاقة البطولة أنه تعرض لإصابة في القدم هل تعتقد أنه هيزر في مواجهة أوراواردز في أولى مباراة سيتي في بطولة العالم أعتقد أنه كان هناك إصابة في قدمه ولم يشارك في الفترة الأخيرة في المباراة الأخيرة مع المنشستر سيتي ولكن أعتقد أن الأمر كان مجرد احتياط بيب جوارديولا كان يرغب في الحفاظ عليه ولهذا لم يرغب في المخاطرة به ولكن بالطبع إيرلينج هولند لعب حاسم ومهم للغاية بالنسبة للفريق ولهذا أعتقد أنه لم يشارك في المباراة الماضية لم يشركه جوارديولا للحفاظ عليه لكي يكون لائقا وجاهزا للمشاركة في مونديال الأندية ولما لا يشارك في مباراة نصف النهائي ومن بعدها النهائي يعني لو سألت السكان الكوكب 99% منهم سيقولونك أن السيتي هو الأقرب لتحيي اللقب لكن بالنسبة لنا في كرة القدم كل شيء وارد باولو وانتشو طبعا نجم السيتي ونجم وست هام ومدرب منتخب كوستاريكا السابق بشكرك شكرا جزيلا على مداختك معنا ونتمنى الحقيقة يعني إذا كنا نتمناها حتى وإن كانت صعبة ولكنها ليست مستحية الأهلي والسيتي في النهائي وللأ